أحبائي أهلا بيكم من جديد في لقاءاتنا المرة دي هو اللقاء السادس اللي فيه بنتكلم بنواصل ونتكلم عن صرخة يسوع إلهي إلهي لماذا تركتني واللي كل مرة بقرر وبقول أبدا ما كنا حنقدر نعمل هذه اللقاءات أبدا ما كنا نقدر نتكلم عن هذه الصرخة إلا بفضل القيامة قيامة يسوع هي الطريقة اللي بيسمح لنا نمشي حتى في ضرب الصليب النهاردة بنكمل وبنشوف دعوة إبراهيم شفنا المرة اللي فاتت إزاي إبراهيم هو شخص عادي هو أنا وإنت الأوقات كتيرة بنكون منحصرين وغرقانين في طفان طفان من الألام طفان من الموت وشفنا بطريقة عملية إبراهيم كان غرقان في الموت موت أخوه الأصغر موت نسله حتى قبل ما يتولد بسبب زواجه من سارة العاقر وإبراهيم عايش بهذا الألأ وأنا بكرة إيه اللي حيحصل لي؟ مين اللي حيرعيني؟ مين اللي حياخد مراسي؟ مين اللي حيتفني؟ مين؟ مين؟ أسئلة كتيرة ويمكن كمان في قلب إبراهيم بجانب الأسئلة دي كانت في الصرخة اللي بنتكلم عنها إلهي إلهي لماذا تركتني في هذا الواقع؟ لي سمحت بوفاة أخ لي سمحت بالعاقم بتاع سارة ليه وليه؟ يمكن إحنا كمان نهاردة عندنا ألف ليه نقدر نقولها لله والكتاب المقدس ما بيتشككش من أسئلتنا ما بيتشككش لما بندخل في صراع الإيمان ده ما بيتشككش لما حتى بنلوم الله ولكن المهم اللي إحنا نلوم الله لأله ذاته إلهي إلهي لماذا تركتني؟ وبالفعل الرب بيظهر لإبراهيم وبيظهر لإبراهيم مش من خلال معجزة مش من خلال حدث فائق للطبيعة ولكن بكلمة بيقول إبراهيم في الإصحاح 12 الآية الأولى انطلق من أرضك وعشيرتك وبيت أبيك إلى الأرض التي أنا أريك إياها وأنا سأجعلك أمة كبيرة وباركك وأعظم اسمك وتكون بركة ده الوعد اللي ربنا بيكمل زي ما عملوا الآدم والنوح بيكملوا الإبراهيم بيقولوا كده باختصار إبراهيم أنا عارف اللي أنت شايف موتك لكن أنا كمان حوعدك بحاجة جديدة أنا وعدت قبل كده آدم إن الخلاص حييجي من نسله ووعدت بعد كده لما حتى نوح وأيام الطفان وعدت من جديد إن أبدا الأرض ما ستهلك وإنها سترى وجهي وإنها ستخلص وكمان دلوقتي بكمل الوعد ده معك لكن علشان نقدر نوصل للوعد ده محتاج يا إبراهيم محتاج كذا حاجة أول حاجة محتاج إنك تخرج من أرضك وعشيرتك وكمان تفضل ماشي يا إبراهيم لغاية لما الأرض اللي أنا أريك إياها وهناك أنا حاجعلك أمة كبيرة وحاجعلك شعب مبارك زي ما بنقول وعد غريب وطلبات أغرب الرب بيطلب من إبراهيم إن يخرج من الأرض اللي استقر فيها غريبة إبراهيم ما بيردش بكلمة بينطلق على طول بيقول الكتاب وانطلق إبراهيم كما قال الرب له بالفعل إبراهيم بيكمل طريقه لغاية لما بيوصل إلى أرض شاكيم فأرض كان عان وهناك الرب بيظهر له من جديد وبيقول له لنسلك أعطي هذه الأرض الرب بيجدد وعده وإبراهيم بيرتاح بيشوف الأرض وبينتظر تحقيق الوعد الآخر الإبن اللي ييجي من نسله لكن قبل ما نكمل في قصة إبراهيم محتاجين يشوف بعض الأشياء يعني إيه كان لإبراهيم إن يخرج من أرضه وعشرته إيه هي الأرض وإيه هي العشيرة الأرض هي اللي إبراهيم حصل عليها بمجهوده بتعبه هي كل غناء هي كل ضماناته هي كل الأشياء اللي إبراهيم جمعها في حياته نقدر نقول الأرض بتمثله كل الضمانات المادية اللي إبراهيم عرف يجمعها لغاية دلوقتي لكن كمان العشيرة بتمثل لإبراهيم الأقارب، الأرايب، الأصدقاء، الأحباء هو كل اللي قدر إبراهيم يجمعه من علاقات، من عواطف والرب بيطلب من إبراهيم إنه يترك الحكتين دولا الرب بيطلب من إبراهيم إنه يسيب كل ضماناته المادية وإنه يسيب كمان ضماناته العاطفية اللي اتنين دولا مهمين قوي علشان إبراهيم يبدأ مسيرة جدة مع الله كم يحتاج يسيب نقدر نقول البدايل كم يحتاج يسيب الحاجات اللي ممكن يرجع لها من حيل لآخر كم يحتاج يسيب أرضه وعشرته ضماناته المادية وكمان ضماناته العاطفية وكده فعلا إبراهيم بيبتدي حقق الوصية حتى قبل ما الرب يطلبها من شعب إسرائيل بعد كده وحتى قبل ما المسيح يرجع يكررها في العهد الجديد بيبتدي حقق وصية اللي بتقول أحبب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل قوتك وإبراهيم فهذا الفعل بيتعلم أنه يحب الله بأول حاجتين بكل قوته اللي هي علامة على الضمانات المادية وبكل قلبه اللي هي علامة على الضمانات العاطفية إبراهيم بيخاطر بيخاطر بضماناته بيخاطر بعوطفه وبيصدق في كلمة الله بيضع الله قبل الحاجات دي وبيبتدي يمشي مسيرة وبالفعل بيصل لأرض كنعان ولكن في أرض كنعان الأمور ما بتستمرش كويسة زي ما إحنا متوقعين في لحظة بتحصل مجاعة يعني إيه مجاعة؟ يعني الأرض اللي المفروض تديله علشان يعيش بعد ما ساب كل ضماناته بقت تديله من جديد موت هيتصرف إزاي إبراهيم؟ هيعمل إيه؟ ده اللي يمكن هنشوفه في المرة الجاية هنشوف إزاي وعد الله هيستمر حتى من خلال المجاعة دي لكن دلوقتي مهم نشوف إبراهيم هو أنا وإنت إبراهيم هو كل إنسان بيختبر في حياته يأس أو ألم أو مرض أو شيء بيعوقه شيء بيموته والرب النهاردة بيظهر لنا من خلال كلمته يمكن من خلال اللقاء ده وبيقول لنا اترك أرضك وعشرتك يعني إيه؟ يعني لازم أسيب البلد؟ لازم أسيب الناس اللي بحبهم؟ لأ خالص بالعكس الأرض والعشيرة ده خير من عند ربنا بيتدهرنا هو نفسه حيرجع يديه من جديد لإبراهيم لكن مشكلتي أنا مشكلة الإنسان إن لما بنجعل من الأرض والعشيرة هم الضمان الأساسي لحياتنا يعني اعتمدنا كيانا كل معتمد عليهم لو قالوا بنتحطم وكأنهم بياخدوا مكانة الله في حياتنا إذا مش إن أنا أسيب بلدي وأسيب بيتي وأسيب أهلي وأسيب الناس اللي بحبهم لأ لكن إني أنا أحطهم في المكانة الحقيقية بتاعتهم وأرجع الله في مكانته الحقيقية الله هو الأول الله هو اللي بيديني إن أقدر أحب أهلي الله هو اللي بيديني إن أقدر أبني أرضي ولكن لما الأرض والعشيرة بياخدوا مكان الله إيه اللي بيحصل بحطمهم بحطم أرضي بحطم عشيرتي بحطم الطبيعة بحطم الناس اللي بحبها أحبا إيه؟ بالفعل ده اللي بتمنى لي وليكم إن كلمة الله تكون هي رقم واحد في حياتنا وده اللي حيساعدنا اللي إحنا نحب أرضنا ونحب عشرتنا ما نستخدمهمش من أجلنا ولكن اللي إحنا نقدر ندي نفسنا من أجلهم صلوا لأجلي